انهيار قياسي جديد للريال يفاقم مخاوف الموت جوعا هي تحذيرات أطلقها المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إذ قال إن 16 مليون يمني يسيرون نحو المجاعة التي كان سببها انهيار العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها في تاريخها قيمة الريال مقابل الدولار تجاوزت 1200 ريال في آخر التداولات في مناطق سيطرة الحكومة و315 ريال مقابل الريال السعودي الذي بات الأكثر تداولا في السوق المحلية وسط مؤشرات باستمرار الانهيار الذي كان سببا بارزا في أزمة اقتصادية ومعيشية لبلد يستورد ما يزيد عن 90% من احتياجاته وعلى رأسها الغذاء والدواء حالة مدى التخبط يعيشها البيك المركزي بعدا فتارة يقوم بإصدار قرارات بصحب المعروض من العملة المطبوعة حديثا التي منعت ماليشيا الحوثي دخولها المناطق الخاضعة لسيطرتها وتارة يصدر قرارات بإيقاف شركات للصرافة كل تلك الخطوات بحسب خبراء ماليين لم تكن ناجعة لتدارك الريال إلا أنها يجب أن تكون محاطة بإجراءات أكثر واقعية تتمثل بتنشيط مصادر النقد الأجنبية من خلال إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز واستعادة ثقة المانحين لتقديم المنح والمساعدات للحد من قلة المعروض النقدي من العملات الأجنبية والتدخل المطلوب لإيقاف المضاربة بسوق الصرف خاصة أن السوق الموازية هي منباتة المتحكم الرئيسة بأسعار الصرف حالة من الغليان تشهدها الكثير من المدن في نطاق سيطرة الحكومة جراء انهيار العملة والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية وهو ما يراه بعض التجار بأنه مطلب مشترك بين التاجر والمواطن كون الطرفين يعانيان من ضعف القوة الشرائية والحركة التجارية يتفق الجميع بأن الحكومة هي المسؤول الأول عن ترد العملة الوطنية ويتوجب عليها عدم تجاهل هذه الأزمة التي تهدد حياة ملايين المواطنين في ظل ضعف تمويل الأعمال الإنسانية والإيغافية واستمرار الحرب